وعشية اجتماع روما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل سلمت وثيقة الاقتراح المحدثة إلى مسؤولين أمريكيين قبل إحالتها إلى وسطاء وكشف مصدر أمني إسرائيلي أن ناتنياهو يريد الضغط من أجل تنازلات أكبر من حماس مثل زيادة عدد المختطفين الأحياء الذين تم إنقاذهم من الأسر مضيفة أن حركة حماس تشير بالفعل إلى أنها ترفض الاقتراح الإسرائيلي حتى قبل أن يصل إليها ومن المرتقب مناقشة الرد الإسرائيلي المحدث في اجتماع روما قبل نقله إلى حماس وفي السياق كاشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفاصيل الرد الإسرائيلي المحدث الذي شمل ثلاثة مطالب جديدة موضحة أن التعديل يشمل التفتيش في مامر نت ساريم الذي يقسم غزة إلى قسمين من قبل كيان أجنبي وأشارت القناة إلى أن الاقتراح المعدل يشير إلى تغيير في مواقع الجيش الإسرائيلي في القطاع بالمرحلة الأولى من الصفقة إذ سيبقي على محور فلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر كما تطالب إسرائيل باستلام قائمة المختطفين الأحياء الذين سيفرج عنهم قريبا ترجمة نانسي قنقر